أهلا بحضراتكم جديد مبارح الأهل حقق مكسب ممكن تعتبروا مكسب تجاري المرحلة اللي هي راجع فيها من الدور الأفريقي المهم أنه يجمع أكبر عدد من النقاط دون خسائر وبعد كده الأمور تترتب على النحو الفني والتيكتيكي في ظروف أفضل خاصة مع توقف الدور ففي تحفظات كتيرة لناس كتيرة على الأداء مبارح لكن الفوز في حد ذاته كان هو المهم من هذا المنطلق داخل الأهل على مباراة الجونة نقطة مكسب فقط في الجونة إن شاء الله يرفع رصيد الأهل لخمستاشر نقطة يحتل بهم صدارة الدورة عند توقفه يبقى أنت لعبت خمس مطشات أنت الفريق الوحيد اللي عملت العلامة الكاملة إن شاء الله ترتفع لخمستاشر نقطة تخليك أول بفارق ثلاث نقاط عن بيرامز الثاني اللي أنت دلوقتي تقريبا بتقل عنه بفارق النقط هذا هو التصور المنطقي والتصور الذي نتمناه ولكن دائما أنا أرى أن المطش هناك ما بقاش سهل يعني قبل ما نروح نكسب مرتاح ونرجع فده أنا ليه بقول كده عشان على لعبتنا أنها تدي كل طاقتها وأولا بعدم استقبال أي هدف ثانيا للسيطرة على المباراة وسالسا ترجمة الفرص بشكل يليق بالنادي الأهلي إذا أتيحت وإذا ما أتيحتش تبقى يعني في حاجة فأنا أرى أن النادي الأهلي يعني مكسب بكرة ده مكسب محوري ومش صالي يخليك زي ما أنت بتقول تتصدر يخليك التوقف ينتعي وأنت على قمة الجدول ونتنتب أمورك بمعنوات كويسة وتبتدي تفكر في اللي جاي بشكل وأنت هادئ ده كلام مهم جدا يا جماعة بس عشان ده يتحقق مفهوم وملحوظ أنك أنت المطشير اللي فاتوا الأداء مش راضي ناس كتيرة حتى الجمهور قبل المحللين إنما في مباراة زي الجونة أو المباراة اللي جاية الأمر يحتاج أنه الفريق يستعيد شخصية الأهلي بكل ما فيها من حماس لأنه الروح دايما مهما كان الناس تكلمت على الظروف لا أنت بقى على القمة ماكسب فعلا فأنت الموسم اللي فات عملت النتائج مبهرة جدا وحصات حصات كامل للبطولات اللي أنت شاركت فيها وقبل كده كل الصعوبات الأهلي كان بيتجاوزها بالروح العالية في الأداء أي أن كان من التشكيل ما هو أي لعب في النادي الأهلي مؤكد أنه جدير أنه يلعب في النادي الأهلي ومؤكد أنه الجهاز الفني اختاره لأفضليته والكفاءته فالمطلوب من أي حد يتم اختياره في التشكيل أنه يستعيد الروح العالية التركيز الشديد وسبنا من أي كلام تاني ممكن يأثر أو يهز هذه الروح الروح لوحدها في حد ذاتها مهما كانت الصعوبات أعتقد كفيلة أنه ترجع شخصية الأهلي وقدرته على الفوز نفس اللعيبة بنفس الجهاز السنة في بداية الموسم أنت كذبان الإسماعيل وكذبان المصري تلاتات وأربعات وكانت كل الناس بتشيد بالنجاعة الهجومية الكبيرة للفريق والسنة اللي فاتت كانت النقطة للمهندس عدل أشار إليها من بدري الحربة اللي بيضغط وبيدافع وتنتهي بالسرد باكين تحت كمان وحارس المرمى فكانت المنظومة الدفاعية بتاعتك يقظة جدا وخلتك تقعد فترات طويلة جدا بكلينشيت فأنا أتمنى أنه تستعيد هذا التنظيم الدفاع القوي وتستعيد الروح العالية لأنه أعتقد المستوى في المباراتين لو فيه روح عالية زي ما بيحصل في الدقاية الأخيرة ونضغط مش كل مرة هتسلم الجرة يعني التأجيل الضغط والروح والكفاح والبحث عن الفوز إلى الدقاية الأخيرة مش كل مرة فيه ضمانة لتحقيق يا بشواندس لا طبعا إحنا بس ما إحنا بنقول إيه إحنا بنقول مش عايزين نعيش المعاناة وتظل الأمور معلقة وحاولوا أنك أنتوا تستثمروا وعلى فكرة يعني أرجع تاني وقولك أنا لا ألوم اللي بيحاول صح وربنا لا يوفقه لكن بدام القرار الغلط يعني أنك أنت تكون مساء واحد في مركز كويس ونت تشوت من زاوية ماشي أحسن حاجة ومالاو ديت له كرة بفرصه أكبر منك بكتير بفضل التعاون الجماعي والصاحب الأسست النهاردة بيتسيط أحيانا أكثر من اللي بيجيب صحيح صحيح فما فيش سبب أن أنا ملعبش مع زمايلي بشكل جماعي وما فيش سبب أن أنا ما يبقاش عندي فكر ووثقة في نفسي ورؤية أن أنا لما أصعب فرصة هي أسهل فرصة فرصة الانفراط لأن فيه مسؤولية عالية جدا فاللعب يعود مترد وبيفكر اعملها ازاي اعملها بما يجب أن تكون والتوفيق من عبد الله سبحانه وتعالى لكن ما تلعباش بشكل عشوائي يا جد يا خبطت في صدر الجود اه نتمنى أن الجميع يسخ في قدراته ونتمنى برضه أن احنا نحاول أن احنا ندي الثقة اه للعبتنا المجتهدين اللي بيحاولوا بجدية اه